اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اللي مش قادرين نتكلمه لكن هو كان الى حد ما عنده احساس بالمسؤولية فكان بيتكلم لكن للأسف هذا الانسان تعرض للتهديد والتحذير من قبل السلطات الصينية لانهم من نوع السلطات المركزية الدكتاتورية اللي عايزة تخفي المعلومات الى اخر لحظة طبعا لاسباب كتيرة يعني يقول لك عشان ما يتقصرش الاقتصاد بتاعنا عشان ما تتقصرش السياحة وما الى ذلك فيه اسباب متعددة بتخلي اسحاب القرار عايزين يخفوا الخبر وللأسف الشديد زي ما انتم عارفين الدكتور ده توفى فيما بعد ومش هو الوحده اللي توفى حتى مدير مستشفى يوهان توفى وفيه ناس كتير قوي اصيبوا وفيه ناس توفت من اللي بيشتغلوا على الخطوط الامامية في مواجهة هذا الفيروس الجديد الخطير واللي سبب خطورته يكمن في انه جديد ما نعرفش عنه الكثير من المعلومات لكن هناك اسباب اخرى تخلينا ننظر اليه بعدم استغطار وننظر اليه على انه شيء خطير الحاجات هذه الاسباب قدت الى انه بينتشر ومستمر في الانتشار هو صحيح عدد الاصابات الجديدة بتقل نسبيا لكن مازال بينتشر والسبب في حاجات خطيرة جدا ترجع الى سبب هذا الانتشار وعدم القدرة على احتواء الفيروس في المكان اللي بيزر فيه وهو طريقة انتشار هذا الفيروس دية واحد هل هو بينتشر زي بقيت فيروسات كورونا فقط بالكحة والسعال والعطس ولا بينتشر بطرق اخرى هو يبدو انه بينتشر بطرق اخرى الحاجة التانية الخطيرة جدا وهي التشخيص يا ترى ادوات التشخيص الحالية حساسة بنسبة 99% او 100% دي نقطة برضو من النقاط الخطيرة جدا لان اريد فيه مقالات كتيرة وابحاث ان التحاليل التي تستخدم حاليا في الصين او في غير الصين هي بتعتمد على اكتشاف او البحث عن المضاد اللي هو اي جي ام للفيروس يعني المتابعين يعرفوا الكلام ده من فيروسات الايدز والاتش اي في وفيروس الكبد الوبائي ان فيه تحليل المضاد تحليل بيدل لان فيه اصابة حديثة وهو الاي جي ام وتحليل تاني بيقول ان فيه اصابة قديمة اي جي جي ده بالاضافة الى تحليل البي سي ار هو تحليل البي سي ار برضو بتعمل لفيروس كورونا الجديد ولكنه نوع مختلف الى حد ما فحاليا التحليل اللي بتتعمل اللي هي الايزا الاكتشاف المضاد للفيروس او تحليل البي سي ار اللي هو المحور فهل هذه التحليل حساسة جدا يعني هل حساسة بالنسبة عالية بمعنى ما معنى حساس معنى انت لما بتيجي يميت انسان فعلا مصاب وتعمل له التحليل كم واحد منهم بيظهر عنده الاصاب لو ظهر منهم من 97% فيما فوق يبقى ده حساس الى درجة كويسة لكن للأسف الشديد الابحاث والتقارير والدراسات اللي تحت ايدينا الى هذه اللحظة بتقول ان الاجراءات المتبعة حاليا حتى مع الخلط بينهم بتدي درجة حساسية يمكن 70 او 80% وعلى احسن التقديرات 90% يعني ايه يعني لو فيه ومية واحد عنده الفيروس وخضعه للفحص بقى احسن التقديرات بتقول ان 90 منهم هيكتشف الفيروس فيهم في حين ان عشرة مش يلاقوا هيطلعوا سلبي ويمشوا يتوكلوا على الله يعيشوا في المجتمع ويختلطوا بالناس وده شيء خطير جدا لانه ممكن هؤلاء الناس ينقلوا العدوى هؤلاء الناس ممكن ينقلوا العدوى للاخرين وامبارح بس صدر تقرير عن حالة في امريكا كاليفورنيا بيقولوا ان طلع ايجابي وعملين يتتبعوا الناس اللي احتك بيهم وقابلهم ويويوي خلال التلات اسابيع الماضية او الاربع اسابيع الماضية ما فيش اي مؤشر انه احتك بانسان مريض او احتمال انه يكون مصاب فده يدل على ان الفيروس انتشر من شخص كان يبدو انتشر اليه او جاله من شخص اخر كان يبدو انه سليم يعني مش مريض ولذلك مستحيل انت تتبعه او معرفته ومين ده انت في خلال التلات اربعة اسابيع انت بتشوف الاف الاشخاص بتشوف اشخاص في الشارع وتركب مواصلات وتخش مولات فبتقترب من الاف الاشخاص ولا يمكن التعرف عليهم فيما بعد لا يمكن التعرف عليهم فيما بعد لو واحد منهم سليم ونقلك العدوى هتعرفه ازاي يعني بتخش مركز تجاري فيه الاف من الناس لو فيهم واحد مصاب ولا تزر عليه الاعراض ونقلك العدوى هتعرفه ازاي وهتجيبه من يل طيب وهي العدوى بتتنقل ازاي بتتنقل من اي واحد مصاب ماشي سيان ظهرت علي الاعراض وبيقوله حتى لو ما ظهرتش علي الاعراض لما تقترب منه بمسافة بمسافة الده في دراسات تقولك مترين لكن في دراسات احتياطية اكتر واصلوبها حذري اكتر بتقولك الى خمس امتار خمس امتار طب ده احنا بنقترب من الناس في الاسواق وفي المجمعات وفي اللقاءات وفي الصلاة وي 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 بتبقى المسافة نص متر والاسنسير الاليفيتور بتبقى المسافة مفيش نص متر بين الشخص والاخر فهؤلاء الناس قدرتهم على نشر العدوى بتبقى كبيرة وخطيرة ومن المستحيل او يكاد يكون من صعب جدا السيطرة عليها النهاردة نرجع ونتكلم عن الفيروس وايه اخر اخبار فيروس كورونا الجديد حول العالم بصورة مجملة كان امبارح عدد الاصابات الاجمالي 82.588 ده امبارح لحد امبارح الدور لكن امبارح بالليل اخر تقرير اللي شفته النهاردة الصبح بدري وصل العدد الى 83.379 يعني فيه زيادة حوالي 800 تقريبا نحسبه بقى حوالي 800 اصابة جديدة حول العالم طبعا هو اقل اقل مثلا من اسبوع ده الصين الوحدة كان بيظهر فيها اصابة 1000 و2000 الحاجة التانية عدد الوفيات اللي نتجت من فيروس كورونا الجديد اللي هو كوفيد 19 بقت اتحولت صارت من 2814 الى 2885 يعني حوالي كم حالة اربعة واربعين حالة وفا برضو ده نسبة اقل كل الحاجات ده مبشرة بصراحة مبشرة ان ممكن السيطرة على الفيروس في يوم الايام وانا متوقع من القراءات بتاعتي وكده ان ممكن الموضوع ياخد بتاع 4 شهور او 5 شهور وخصوصا لو وصلوا الى لقاح او علاج بسرعة طبعا الموضوع هيتلم بسرعة كبيرة جدا فدي كانت اخر الاحصائيات اللي ملحوظ ان الصين بقى عدد الاصابات الجديدة اللي بتظهر يومين بقت اقل شوية واللي نكبتهم زادت وبرزة حبتين طبعا كوريا وايران واللي متابع الاخبار يعرف ان كوريا وايران اتحطوا ضمن لستة الدول الصين وبعديهم على طول كوريا وايران من الدول اللي شركات الطيران ألغت طبعا رحلتها اليها وحتى احنا عندنا في الشرق الاوسط الخبر الجديد من مبارح ان السعودية لغت تأشيرات العمرة والتأشيرات الصيحية لما كانوا فتحينها جديد ديت عشان يقللوا خطر احتمال انتشار العدوى في قلب السعودية على مستوى الشرق الاوسط بلادنا اكتر بلاد مصابة هي ايران والكويت ايران يمكن تجاوزة اليابان في عدد الاصابات في الترتيب كانت اليابان وبعدها ايران كانت الترتيب على ما اذكر الصين طبعا او الدولة وكانت بعد الصين كوريا الجنوبية وبعدين السفينة اياه دي دامونت برانس واليابان وايران النهاردة في التقرير ايران تجاوزة اليابان في عدد الاصابات ده كده كان ملخص وهتكلم مرة تانية هتكرم مرة تانية عن تشخيص الفيروس وايه البدل ايه التشخيص اللي المفروض يتبع ويكون نسبة حساسيته 99% او درجة مقبول في دراسة اتعملت بس الكلام ده اعمله فيديو الواحده بعد ما تتجمع لدي معلومات كافية وموثقة لكن في الدراسة مبداية اتعملت على اكتر من الف حالة وبيقولوا ان الكاتسكان اللي هو الاشاعة المقطعية على الصدر بتبين علامات مميزة وواضحة وممكن تكون اكثر حساسية من التحليل الموجود او اللي عاملين هذه الدراسة عملوا توصية بعمل الكاتسكان الاشاعة المقطعية لكل ما انتظر عليه اعراض تقول او توحي باصابته بفيروس كورونا الجديد اللي هو كوفيد 19 وربنا يعفينا ويعفيكم من كافة الامراض ويشفي كل مريض ويسلم كل انسان من اي مرض والى اللقاء في فيديوهات اخرى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته